السلام عليكم يا احلى متتبعين ان شاء الله تكونوا على خير وفي صحة جيدة وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو الاقترح ديال اليوم جبت لكم صبلي لي غزال نجح 100% يعني صبلي خصوم ما يكونش كيتقلص ما يكونش كي يسيح فهاد الوصفة هادي اللي جربتوها غادي تعتمدوها صبلي لي هو ناجح ومن اول جريبة زينتوا بهاتشكل هادا كيفما لحتوا التشكيلة ديال الخميسة كتجيزوينة فخليكم معي حتى الاخر الفيديو غادي نتعرفوا للمكونات اليصفة والطريقة ديال التحضير وعلى بركة الله بالنسبة المكونات عندي كأس ديال الزيت عندي نوكها ديال الناطا بيضة واحدة 125 جرام ديال الزبدة كأس ديال سكر جلاسي 500 جرام ديال الضقيق اضفت كأس ديال سكر غلاسي اضفت كأس ديال سكر غلاسي يستحسن الزبدة بحرارة المطبخ اضفت كأس ديال سكر غلاسي اضفت كأس ديال الزيت اضفت كأس ديال سكر غلاسي اضفت كأس ديال سكر غلاسي اضفت كأس ديال سكر غلاسي اضفت بيضاء فترة اضفت كأس داته اضفت كأس ديال سكر غلاسي كأس دانيال السكر سكر غلاسي الكميه وفيره انا دخلت 500 جرام ديال الدقيق فتقدروا تدخلوا اقل او اكثر على حسب النوعيه ديال الدقيق حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا انا 500 جرام يعني خمسة ديال الكووس ديال العنبه ودائما الدقيق كنضيفه بالتدريج وعاد غادي تشوفوا يعني العجينة ديال كمش حال غتدخل لكم ديال الدقيق العجينة ما تكونش خفيفة كيف ما كتلاحظوا يعني العجينة تكون شوية شدة فرسها مزيان ما كتكونش قاس حو كذلك ما تكونش خفيفة باش ما كيسحش لنصة بلي ديالنا او كان حصلوا على قوام انتو ما غادي تشوفوا معايا القوام كدير يعني وخات بلكم شوية شدة ترسها فاره هدك هو القوام ديالها ما خصاش تكون خفيفة انتو ما هدو القوام ديالها فهنا غنوضعها في بلاستيك وغادي نخليها ترتاح على ما نوجدو لبالت ديال الشوكولات انا اخذت هذه النوعية هادي خدوا النوعية الجيدة ديالشوكولات وغادي ندوبوها في باماري مليك تكون عندنا النوعية جيدة ديالشوكولات فما كنحتاجوش لها الاضافات باش نضيفوا لها الزيت ولا يعني شي حاجة ما نبغيو ندوبوها مليك تاخدو نوعية جيدة فقط كنديرو الشوكولات في باماري كيدوب وكنحصلو على يعني على ذاك القوام اللي احنا بغينا بالنسبة لبالت انا اخذت هادي ديال الخميصة تقدروا تاخدو الشوكول اللي بغيتو هانتو ما كيف ما كتلاحظو الشوكولات خفيف ما زدت ليه وعلو وغادي نستمر وكنعمر لبالت انا اختارت هاد شكي لهذا ديال الخميصة عجبني شكل ديالو وهاد اللي بالت رفيهم مشكلات بزاف تقدروا تخدمو الشكل اللي انتو ما كتفضلو انا فقط بارتاجيت معاكم طريقتي وكنتمنوا ان شاء الله تجربوا هاد السابلي فرا كيجي ناجح وميفلميا من اول جريبة ما تخافوش منو ما كي خصوصا هاد السابلي هاد اللي كنكونو كنزينوه يعني بريستيج بشكلات خاصو يحافظ على شكل ديالو ما يتقلش وميسيحش كذلك يعني باش كيبقى في نفس الحجم ديالو ومن اللي كنزينوه بشكلات كيجي هو هادك وكيجي زوين في المنظر فليهذا تبعو الطريقة اللي اعطيتكم ديال السابلي فرا كيجي صراحة ناجح وكيجي غزال وانتمنوا ان شاء الله هنا لإعجابكم فكيفما لاحطونا غادي ندوز الموتيف ثاني وثالث هادو مشكلات اللي يعجبوني هاد على شكل دائرة والاخر فيه واحد من حيلاتي كيجي الدكور ديال هزوين وغادي نستمر ونعمر ليه باليت وندخلهم للمجمد ما كياخدوش لنا وقت كتير واحد العشرة دقيق كيكونوش دو فراسهم زيان ومن بعد كنخرجوهم بالنسبة للعاجين بعد ما كيرتاح واحد يعني 15 دقيقة حتى 30 دقيقة حسب الوقت ديالكم فدروري ما كنسرحوا العاجين يعني بينجوج بلاستيكات إلا سرحتوا العاجين غيها ككرة كيكون كيتلصق كامل كيتلصق لكم وكيتقطع لكم ولكن من اللي كتسرحوا بينجوج بلاستيكات كيفما لاحطو كيجي ساهل وهنا الحلوة ديالكم فالصومك اللي انتو ما بغيتوه هو اللي يعني الصومك اللي بغيتو فرا ما كيتنفخش هات السابلي كيبقى محافظ على الحجم دياله وهو عجينة تقدروا تتحكموا في الحجم اللي انتو ما بغيتو وهذا غالبا لكيكون ملصق فوق منه الشوكولات كيكون يعني رقيق من الاحسن ما كنديروش لقاطو في الحجم دياله كبير نتمنى ان شاء الله ينكون فدكم وتكونوا فهمتوا الطريقة ديال الشرح وهنا أنا كغادين نحيدة الشوكولات من الباليت بعد ما كيشد فراسو كنحيدو وغاديندوز الشكيل الثاني حتى وارشمتو بهذا المرشم هذا عجينة وحدة تقدروا تشكلوا فيها الشكالات اللي بغيتو انا هنا در تغيها تلاتة هادو شوية من كل شكل وكيف قتلي كومرة غادي تحصلوا على مية حبة وهذا صابلي هادا ما فيش الخمارة وكيجي صراحة هشيش بزاف وكيجي لديد بنوك هادية الناطا بنسبة انوك هاد الناطا نادرتحت المعلقة ونص معلقة ونص صغيرة كيجي لديد بزاف وغادي نستمرو بنفس الطريقة في نفس الوقت كان نحيد الشوكولات اللي كيجمد باش كان عمر لباليت هاد العملية دي تقدروا تديروها قبل بنهار يعني ممكن الشوكولات تخصوه لهن نهارو بوحدو واللغدة عاد كتديرو صابلي وكذلك تزين كيبقى عود الوقت اللي بغيتو فهنا بعد ما طابلي يا صابلي عندما كتشوفو شكيل ديالو كيبقى محافظ على شكلو الوين ديالو كيجي مدهب يعني ما تحمروش بزاف هادا ولون ديالو وهنا التعليكة باش غادي نلصق هنا اي مربع عندكم ضيفوا واحد جوج معلق ديال المربع ضيفوا ليهم واحد الربعة ديال معلق ديال سكر سنيدة وكنخليوهم على نار مهيلة كي تعسلو لينا مزيان وهنا هكا كاللصقوا بيهم الصابلي تقدرو تضيفوا ليهم النكها اللي بغيتو او لا تكتفيوا فقط بالنكها ديال المربع كتجي هادا التعليكة زوينا وكتلصق لنا الصابلي مزيان اه بالنسبة لهاد الصابلي هادا حي تغيي تغطى بشوكولات ما زيتش الملوين ولكن هادا التعليكة هادي تقدرو تتعتمدوها وملي تكونو كتلصقوا الصابلي حبا مع حبا ممكن تديرو في هال ملوين احمر كي يجي تعليكة في هاللوين حمر ولا اللون اللي انتم ما بغيتو فبنفس الطريقة كندهن شوية صابلي وكلصق فيه الشوكولات فالتعليكة ركتلصق لنا مزيان يعني ما تديروش المربع بوحدو خدموه بها الطريقة اللي اعطيتكم كي يبقى شكولات تابت ولا صقن زيان على الحلوة فبنسبة للحلوة كنستمر بنفس الطريقة حتى كنشكل كلصقها كلها ومن بعد نرجع معاكم في الشكل ديالها ديالتزين وهنا حيط الجورة سخون فمليت زينوها ضروري ما ترجعوها المجمد او لا تحطوها في تلاجاي لكتو محتاجين بها يعني في وقت قريب ولكتو غا تحتفظوا بها مدة فيستحسن يعني تعمروا البواطة وتديروها في المجمد وبنسبة للطريقة ديالتزين كيفما كتشوفوا انا زينتها بدك العقيق الصغير كي يجي زوي ونصرحها كيعطي تشكيلة لي رائعة نتمنى ان شاء الله الحلوة لإعجاب ديالكم نتمنى هاتصاب لي يعجبكم وتجربوه كي يجي لديد وكي يجي هشيش وحتى الطريقة ديال ديال الخدمة دياله طريقة سهلة واقتصادي واقتصاد يعني ما كي يطح شغالي نهائي انتو ماشتول مكوينة باش عجنتو مكوينة ليها بسيطة ومتواجدة في كل بيت فقط كي يبقى لكم الزين والشوكولات وهاتصاب ليها دارة كي يجي غزل ان شاء الله تجربوه وينال إعجاب ديالكم وكيف ما كتعرفو دائما تزين كي يبقى حسب الرغبة حسب الاختيار انا شاركت معكم هاتزين البسيط اللي يدرت صراحة جبني جمزي وجيت مزيون الحلوة وانتو ما غدي تزينوا بطريقة اللي تروقكم وتعجبكم فانا اخديت هاد البريون هادا حتى هو كندهن شوية وكنحاول نزين به فهو صراحة كتخفوه شوية عد باش كيعطي دا كله معان ديالو انا هنرا غير حطيتو هكك وتزين ديال السرعة هو هادا وكنت هدية تشكيلة وهذا هو تزين تمنى ان شاء الله هنا لإعجابكم فإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللي لايك تشجيعات وفارتجوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائضة كنشكركم بزاف على التفاعل مع الفيديو السابق عجبتكم الحلوة خليتوا لي الأراء ديالكم فكننقرأ أراءكم وعجبني الحال وكنقول لكم شكرا بزاف ونلتقي ان شاء الله في فيديو آخر مع وصفة أخرى ومرحبا بالناس الجدد اللي نضموا القناتي وقناتكم كنقول لكم مرحبا بكم مرحبا بالناس القدام اللي ديما مسانديني ومشجعيني ومبقى لي إلا نقول لكم تبقوا على خير أعزائي ترجمة نانسي قنقر